السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين واحد وعشرين اغسطس يعني شهر ثمانية القمر اليوم موجود في الميزان في ساعات متأخرة يعني عند منتصف الليل تقريبا القمر رح ينتقل لبرج العقرب عشان هيك اليوم بس رح نحكي عن وجوده في الميزان وبكرة حلقتنا عن انتقاله للعقرب القمر زي ما حكينا موجود في برج الميزان معناته بالظل هاي الفترة فترة عاطفية تصلح لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجي نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر من ميل الاسترخاء يجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة او عادة تزيين البيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة ثمانية وتسعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة بتواجه اهتمامك اكثر او اهتمامات كبيرة بالامور الخفية والغامضة او بتبحث هيك عن اسرار عند الناس وبتقوي من شهوانيتك بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين الشمس اي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة ثمانية وتلاتين دقيقة مساء بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلق المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس والنجاح بالعلاقات العاطفية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة ثمانية وتلاتين دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و 21 دقيقة مساء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لبرج العقرب هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع حقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و 21 دقيقة مساء خلص القمر بانتقل وبصير في برج العقرب أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن حاولوا انكم ما تفرضوا سلطتكم أو رأيكم على شركائكم وخصوصا أزواجكم أو أحباكم ما بيجوز اليوم إثارة المتاعب بدكوا تتجنب الإنفعالات والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية لأن القمر مقابلك يعني طاقتك ضعيفة بدك تصبر لا يوم الغد لحديت ما ترجع الطاقة تتعزز بشكل أكبر فعشان هيك اليوم تكون تحذروا من الحوادث والأعداء لأنهم كثر وطاقتك زي ما حكينا ضعيفة وانت الحلقة الأضعف برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتكون تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون اليوم مع بعض الزملاء وممكن تهتم لحدث معين بتعلق بأحد زملائك نظموا جدوى الغذاءكم خذوا قصة من الراحة من حين لآخر ومن المستحسن التبكير لعملكم والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات لأنه في أعمال كثيرة وانت مشتت أو عندك كثير من الالتزامات ركز على الأعمال المهمة وحاول أنك ما تأجل لأنه بكرة القمر رح يكون مقابلك تماما طاقتك رح تكون ضعيفة تماما فعشان هيك لازم تستغل هذا اليوم بتكثر النشاطات وربما تشعر ببعض التعب برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الطاقة اليوم عالية جدا وبتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغبه وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل كانت عالقة أو كانت مستحيلة الحظ الشوية بيدعمك اليوم حتى على المستوى العاطف الأجواء جيدة وعلاقتك بالأبناء ممكن يصير حدث يلفت انتباهك بتعلق بأحد الأحبة ولكن برضو حاول أنك ما تفرد سلطتك وتتحكم بأحباءك بقرارات شوي ممكن تكون مجحفة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بظل التركيز له علاقة بالبيت والعائلة خلال هذا اليوم فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة اتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك فترى مناسبة للسفر والاستثمار بالعقارات تحديدا وأمور إلها علاقة بالصيانة ممكن يصير في عطل منزلي شوي يطلب منك بعض المصريف برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات واليوم نشاط عالي جدا موجود عندكم ولكن في عصبية بوسعكم اليوم اجتياز امتحان أو مقابلة بتعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجران ممكن يكون اليوم في عطل العلاقة بسيارة أو أجهزة إلكترونية بدك تنتبه برضو أثناء تحركاتك وأثناء قيادتك للسيارة بتكثر النشاطات على حسب حق الإختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم إشي أنك ما تتردد بالتحرك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة اليوم يحملكم فرصة ممتازة جدا لمكسب مالي وهذا المكسب عادة زي ما حكينا دائما لما بكون القمر في البيت الثاني إنه أغلبه بيجي يا من عمل إضافي يا مستردات يا هبات يا دعم يا هدية يا إما إلك حقوق بالطالب فيها أهم إشي أنك تحاول أنك تستغلها ماليا وما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية الأهم زي ما حكينا انتبه على أموالك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتبدأوا اليوم يوم أفضل أي من يوم أمس كمان فترة ممتازة بتعدلكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد اليوم بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتتراجع صحتكم اليوم وبينتابكم شعور بالتعب والملل حاولوا انك تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل لا توقع على عقد وما تبدأوا عملي جديد أنها هاي فترة ما زالت فارغة من الحظ بدك تصبر ليوم الغد حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات في أي تصرف اليوم ممكن يستفزك حاول إنك ما تفرض عصبيتك أو طباعك أو نفسيتك أو اللي بتعاني منه على الغير لأنه هذا الشيء رح يعمل نفور ومشاكل وممكن تخسر حد عزيز عليه برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بدروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه ممكن اليوم تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهمش أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات الأجواء المستوى الاجتماعي ممتازة جدا ممكن اليوم تستثمر أحد الأصدقاء أو أحد المعارف لأنه يساعدك في أمر أو يكون واسطة لإلك أو يعني لقاء ودي يكون رائع جدا بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا ما زالت الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيرغبوا فيه إدخال تغيير على طبيعة عملهم وبرضو بينتبهلكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم عشان هيك حاولوا قدر الإمكان لأنه اليوم رح تتسلط الأضواء عليكم حاول قدر الإمكان أي عمل مهم أنت بتطلب يعني بتحاول بدك ترقي بدك ترفيع بدك زيادة تراتب بدك إشي فهذا العمل اللي موجود بين إيديك اللي ممكن يلفت الانتباه ويجيب لك هاي المكاسب حاول تركز عليه بشكل جيد بدون أي مخالفات لأنه اليوم رح تقضع لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب والأمور اللي إلها علاقة بالدراسة والامتحانات واليوم هذا للعلم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة بتناقش بقوة وذكاء وبتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك لا تخشى شيء ثق بنفسك أكثر المستوى العاطف الأجواء جيد جدا ودعمل إلك بشكل قوي للتواصل والتعزيز العلاقة مع الأحبة اللي بيشتغلوا في مجال التجارة أو التعليم برضو اليوم ممتاز جدا يعني هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة مثل اليوم أمس ولكن اليوم النتائج بتكون أوضح وأحسن شوي والفرصة بتضل متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهمش إنه ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معك وبتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار ممكن تهتم لمسائل عائلية أو صحة أحد أفراد العائلة أو عطل منزلي مثلا ولكن إجمالا انتبه للأمور المالية ممكن اليوم يكون عندك مراجعة لبنك أو ضريبة أو مثلا الطالب بأموال لا إلك أو حتى ميرث إلا أجواء جيدة على كل هاي الأمور ولكن الأمور العائلية والبيتية بدها اهتمام هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء